مجهز اليوم الأنباء أهلا بكم استهدفة مدفعية الجيش الليبية السمتالية المسلحة لميليشيات حفتر بمحور السوق الخميس مساحل وأوضح مكتب الإعلام الحربية أن مدفعية الجيش الليبي تمكنت من استهداف مرصد لمرتزقة مجرم الحرب حفتر بمحور الطوشة نتج عنه تدمير والية مسلحة كما أسفر عن إيقاع عدد من القتلى والجرحى في صفوف ومرتزقة ميليشيات حفتر نفى المتحدث باسم مكتب الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب عبد الملك المدني ما أشعته وسائل إعلام موالية لمجرم الحرب حفتر من تمكن الميليشيات من إسقاط طائرة تابعة لسلاح الجو الليبي المدني أشار إلى أن ما تم تدوله من صور لحطام طائرة صباح اليوم بمحيط قاعدة الوطية تعود لطائرة إماراتية مسيرة والتي تستخدمها ميليشيات حفتر في عدوانها على العاصمة أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض دكتور بدر الدين النجار السابت عن بدء عمليات المسح الشامل لكشف عن فيروس كورونا يوم غد الأحد ووضح النجار أن المرحلة الأولى للمسح من فيروس كورونا ستكون في بلديات عنزارة وبوسليم وسوق الجمعة أصدرت محكمة الاستناف في العاصمة البريطانية لندن حكما بشرعية مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار التابعة للمجلس الرئاسي برئاسة الدكتور علي محمود حسن وأوضحت المؤسسة أن الحكم الصادرة من محكمة الاستناف في لندن أمس الجمعة هو حكم يؤكد شرعية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مشيرة إلى رفض المحكمة لكل المزاعم والحجج المقدمة من الأطراف الموازية التي كانت تدعي الشرعية بهذا الخبر انتهى الموجاز إلى اللقاء اشتركوا في القناة